بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا طاودروس الثاني بابا الإسكندرية بتريارك الكرازة المركوسية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وأكد الرئيس السيسي خلال البرقية أن تزام عيد القيام المجيد مع شهر رمضان المبارك على أرض مصر مهد الرسالات السماوية هو دعوة إلى التمسك بقيم الدينية النبيلة التي تدعو إلى قوة التلاحم والترابط وتعزيز روح التضامن والتآلف والتي تتجلى دوما في أبهى صورها على الأرض هذا البلد العظيم على مر التاريخ كما أرسل الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى أقباط مصر بالخارج لتهنئتهم بالعيد متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد وننتقل الآن إلى الكاتدرية المركوسية بالعباسية لنقل قداس عيد القيامة المجيد برئاسة البابة ودروس الثاني بابة الإسكندرية بتريارك الكرازة المركوسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة